المجلس الأعلى للأثار انتهى من ترميم مقصورة الذهب في معبد هابو بيئة البر الغربي في محافظة الأسر في إطار خطة وزارة السياحة لترميم وتطوير المواقع الأثرية بجميع أنحاء الجمهورية وخاصة الصعيد أعمال الترميم تمت بأيادي مصرية وده يمكن أن نشوفه في أعمال كتيرة حصلت في الفترة اللي فاتت ولكن الجميل في ما يحدث من أعمال ترميم هذه المرة كمان الصور إزاي جميلة ويعني بنشوف ألوان هذا المعبد أو هذه المقصورة في معبد هابو إزاي بتعود لطبيعتها مرة تانية وكل ده بأيادي وخبرات مصرية زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم كده في هذه الصور كان فيه إزالة لأي اتساخات أي مظاهر تلف أحدثتها عوامل التعارية نتجة عن مرور الزمن وظهور الألوان الأصلية للمقصورة مشروع ترميم معبد هابو بدأ العمل فيه من مارس اللي فات وهابو هو واحد من أهم المعابد المصرية اللي تم بنائه تخليدا لذكرى الملك رمسيس الثالث وتم تشيده لإقامة الطقوس الجنائزية ولعبادة الإله أمون وكمان بيتكون من فناء فيه نقوش للحروب اللي خضها الملك رمسيس الثالث والفناء الثاني فيه نقوش للاحتفالات وبعد كده صالت الأعمدة فيه مقصير خاصة بالمعبد وكلها مكرسة لبعض المعبودات أهمها مقصورة الدهب اللي تم الانتهاء من ترميمها وإعادتها لألوانها الأصلية واللي احنا بنشوفها مع حضراتكم في هذه الصور